مساء الخير لقبها فنانة إلا أنها منذ سنوات لم نسمع أو نرى لها أعمال جديدة ولكن من فترة إلى أخرى تتصدر لترند بسبب خناءة أو أضية أو فستان على الريد كاربت غادة إبراهيم في نص الكلام إذن غادة إبراهيم في ضيافة نص الكلام مساء الخير غادة أهلا وسهلا فيك نورتينا إيه البنك الحلو ده والفلاورز مش أحلى منك والله يا رغيب أنا بحبك من زمان حبيبت أهلا وسهلا فيك نورتينا وإيه المشاكل اللي عملتها والضجة اللي عملتها أنا؟ يعني يبقى مظلوم وكمان يتقال علي عملت مشاكل يعني أنا مظلوم أنا يعني نحن من خلال هذه الحلقة لازم نوضح مسائل كتير ولازم برضو نسمع رأيك وردود فعلك لأنه رح نستمع إلى كل الأطراف ونشوف برضو اللي بيحصل تداعيته إيه وأسبابه إيه وكل التفاصيل يعني الكلام في كل مكان ولكن الحقيقة وحدها فوجدا أصحبها والحقيقة عند ربنا كمان جاهزة نبتدي بأول خبر معنا بص معي على الشاشة هنا على يميني يلا حنشوف يا رب مع مدام لاي العلوي ومدام ناجي الجندي بس فوق ما صار فيه اتصال أو اللقاء دويها قبل أو تليفون لا 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 خالص لا لا أنا يعني بقى لي شهور ما شفتش جينة شفتها مرة عند الكوافر بتاعي وأنا بعملت بجكير من كم شهر إنما أول مرة شوفها من شهور كان في الصلاة الجنازة فوق وإحنا صلينا في الجامعة فوق وإحنا فوق فبتقول لي غدعة لا يسكندرية قلتها لست جاعة إسكندرية فقط لا غير لا قالت لي في باص ولا قالت لي في باص هيقود فنانين ولا كلام من ده خالص إيه بس كلمة غدعة لا يسكندرية قلتها لست هوصلة إسكندرية مقتلهاش لأ مش طالعة مثلا لأ أما هو ما أنا معرفش معلومة الباص جغل تحت ما تكلمناش في أي باص فوق في الجنازة فوق خالص يعني الصلاة صليت الدهر وصليت صلاة الجنازة وسلمت على كل الناس وإحنا نحن سلم كده قلت لها أنا لسه وصلة مسكندرية فقط لغير ما قلت لهاش أنا مش طالعة اسكندرية أو مش راحة اسكندرية قلت لها أنا لسه وصلة مسكندرية هرجع تاني إزاي لسه وصلة أنا جاي عشان سمير ونزلنا كل ده معرفش أني فيه باص قابلت كان معي واحدة من جارية الأهرام صحفية وقابلت تانية موزعة صحبتي تحت موزعة ما بين مصر والكويت وقابلت أربع صحفين صحابي منهم اتنين رؤساء تحرير قسم الفن من مواقع مهمة ومحترمة تمام بقينا ستة نتحرك ستة سلمنا على الفنانين اللي في الساحة تحت دكتور أشرف هاني رامزي الناس اللي حابا يبقى دكتور خالد جلال سلمت واتلعى خلاص كل ده احنا بنعدي وفيه بوابة خروج أخيرة خلاص اللي اتطلعنا على الفاركين الخارجي تمام الفاركين الخارجي ده موازي للمحور يعني بره خالص وكان تقريبا كل الناس اتفضت لأني خلاص الناس خلاصت وجيت أخرج من الباب لقيت إيمان العصي ده خلف وشي حبيبة قلبي الممثلة إيمان العصي إزيكي عادة أخبارك ايه تمام طلع اسكندرية قلتها لسواصلة مسكندرية قاتي ده بيقولوا الفنانين طلعين كلهم مسكندرية ده بقيت عشان نلدفنة في المنارة وحيرجعوا تاني في نفس اليوم قلت لها مين اللي طالع قلت لي بصي الباص اللي هناك ده يعني البابة هي والباصة هو بيني وبينه مثلا مئة متر تمام والبابة الخارجية تمام قالك يجي ده الباص اللي هناك ده وحياخد الفنانين يطلع بيهم اسكندرية قلت لها انت عايز تطلعي قالك يأو ما تجي نطلع قلت لها بصي أنا كنت شلت في الجيم حاجة تقيلة عملت وزن تقيل فعندي الفقرة الثالثة والربعة قطنية تعبيني لو رحنا بالباص ده هنرجع عندنا ديسك فتعالي انت معاك عربيتك بسواء او انا عربيتي بسواء نطلع بالعربية لسه مخلصناش الكلام جي راجل محترم كده شكل اسكندراني قال لي قلت لها طبعا وبلدية الأسته السمير قال لي تم الباصة هو طالع بالفنانين هيروح لدفنة ويرجع على طول لسه والله العظيم يا راغي ده ما ردت عليه يعني ما قلتش أه ولا لأ ولا تمام ولا بتحرك سنة ببص على الباص كده يعني لسه ببص على الباص ما قلتش حتى رائي لقيت حد جي من ورايا جري انا عارفة صوت القالة الكلام ده الباص لفنانين معينين وما فيش حد يركب الباص والعدد اكتمل وجريت قالت الجملة دي بالنص وبصوت عالي وما تعرفيش موجهة المين ليا ولا المين طبعا وكان بيكلمنا انا وقالت الجملة دي حتى ايمان شافت المنظر كده مش حالو انسحبت وراح تركبت عربية ومشت انا كان معايا بس انت اللي قلت بوقتها غادة غير اللي انت بتقولي دلوقتي قلت انت انا جيت اطلع الباص لا 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 انا قلت جيت هتحرك نحية الباص ما قلتش هتطلع خارج على فكرة الباص بعيداني انا قلتلك 100 متر نو وين انا نروح عند الباص انت بس سمعت صوت اتكلم وراك انا دور اتحركت سنة سنة ببص عشان اشوف مين برضو فنانين هيروحهم انا برضو ممكن اقول لي ايمان تعالي معايا نروح بالعربية او لو لحيت علي ايمان عشان خاطر يخلينا مع بعض كلنا حاطل على الباص مفيش مشكلة تمام عشان خاطر سامير كنت عامل اي حاجة تمام انا الاخر يوم في عمري بقولك انا لو مقدرش هرد جماية الاستاذ سامير صبري عليك خالص خالص وبعدين سمعت الصوت اللي بتكلم بتقول الباص لفنانين معينين صح بتقول اه الباص لفنانين معينين تبني بقالك انه انت المقصودة في الكلام ده رايف ظهري كده يعني كده وقفة كده مين تقصد مين واحدة اسمهي لها مش عالا بيه مزيعة وقلت لها مين علمك اعلام انت اصلا مش عالبك انت بتعرفش تتكلمي يعني انا اصدى مين اصدى اعلامية معينة او واحدة بتقولها على نفسها اعلامية مأجبت صيرت فنانة خالص بس يا غادة يمكن ما تكون اصداك انت اقسم بالله العظيم يعني ما قالت لك الكلام في وشك انت فاهماني يعني انا اليوم انا عاوزة اواجهك اقولك في وشك يعني يمكن قالت لحد تاني تقصد فلنفترد عم تقصد طيب لو انا فهمت غلط اللي كانوا وقفين في وش الصحفيين دول الاعلاميين بما فيهم الراجل المحترم ده اللي علقوا عليه وقالوا سيبت مني يا غادة دي تفها ملكش دعبية شكلها بتشابت بر شر يلا تعالي دول كمان فيهم وغلط يعني انا فهمت غلط هم ما سمعوا معاك الكلام وكانوا وقفين معايا ايمان كانت موجودة معاك ايمان سحبت نفسها اول ما سمعت الجملة دي وركبت عربيتها ومش يعني ايمان شهد على الكلام ده والصحفيين والناس الله اعلم بقى سمعت ولا ما سمعتش الكلام ده كان في ظهري مع الناس اللي وقفين بدليل الصحفيين اللي وقفين قالوا لي غادة دي تفها سيبك منها هيعلقوا لي الجملة دي لو ما كنوا سمعتوا الكلام ده ومسكوا ايدي كده ربطوا على ايدي كده منهم مصور معروف جدا حد محترم جدا متصور معايا حتى في الفيديوهات غدا معلش يلا وتلعت عديت البوابة وتلعت وتلعت على الباركين الخارجي برا اللي هو موازي للمحور انا اقيل الكلام ده على فكرة في اللايف اللي بعد الجنازة 20 دقيقة يعني انا خرجت من الجنازة على بيتي في المعادي على كونيش المعادي كان عندي لايف من القهار 24 ومن الوطن لايف قلت نفس الكلام ومهبود على الفيديو على اليوتيوب يعني لو في حرف بتغير في كلامي بص يا راغدة انا برج العقرب ما بخافش وما بجذبش واقرح مع القلب يتعمل محد كذاب انا الكلمة اللي بتطلع مني هي هي هتلاقي بالحرف في كل الفيديوهات وعلى فكرة اللي بيقولك هي بتقول جينا ما فيش الهم المواصلة ما كانتش موجودة هي فعلا ما كانتش موجودة وانا ما جلت تستريتها حاسبنت عليها اوه حاسبنت عليها في الدعاء الاخير بس نيه انت دخلتها بالموضوع هي مش موجودة لالهم نا دا عدوة بقالها دا دا يعني انت بتحاسبها نا انا طالع بقى خلاص بقى متضايقة عشان هما الاتنين كانوا عاملين عاملين بقى علي مشاكل بقالها سنين جدا فقلت قعدت دي على دي على البنت بنت سعاد شالبي بنت سعاد وروحت بالمرة روحت ايه محاسبها انت جبت جبت سيرتها يعني بس اه بس ايه ما قلتش انها كانت في الموضوع ولا منعتني ولا جت جنبي واي لو انفسرها وبعدين انا رايحة بس يا رغيدة شعري مبلول انا نزلت شعري مبلول زي ما انا كده مش عاملة ميكوب خالص دربة نظارة الشمس لابس عباية عباية كده مفتوحة عشان اقدر اصلي مضطرشة لبس ازدال ومعايا طرحة على كده عشان ساعة الصلاة ألفها على راسي يعني ولا يعني دينا اتظلمت قبل كده وانا بقول لها يا دينا انت اتظلمت قبل كده ولما تلعت عياطي صدقناك وصدقنا دموعك وانا اقول واحدة تعطفت معاك لان انا ضد اي ظلم لأي ست ازاي اللي تظلم قبل كده يظلم انت لا تعرفي حصل ايه عند الباب ولا تعرفي يقالكي ولا ما قلت ليش ولا تعرفي ايه الحوارات اللي دورت بيني وبين صحفيين كانوا وقفين معايا انت كل اللي قلتهولي فوق رايحة اسكندرية قلتلك لا انا الاستجامة اسكندرية ولا عارف فيه باس ولا فيش باس ازاي تظلميني وانت تظلمت قبل كده تقول ليه تقول الكلام ده دينا سألتني رايحة حملية لا ليه تقول تطلع بالتصريح ده وبالكلام ده الله اعلم مع ايه اعايز اقولك حاجة علاقتي طيبة جدا بدينا على مدار سنيني طيبة جدا قلت باجي مسكندرية عشان احضر استعرضات بتاعتها في الفندق وارجع طيبة جدا ما انا عرفها لدينا ما انا عرفها لدينا يمكن فكرة ممكن هي فهمت ما سمعتش انك قلت لها انا لسه جاية من اسكندرية والله كل الناس يمكن استكري حتى فيفي عبده قلت لها فيفي عبده قابلتني فوق اخدتني بالحضن كانت وقفة جنبيها مادام جيجي حسني اخت دكتور عادل حسني قالت لها حابلتني كده وقالت لها يا جيجي انا غدا دي بحبها انا حلمت بيها كده والناس انا حلمت بيها بتعيت ومدى لي ايدها بتقول لي ساعديني ساعديني هي قالت الجملتين دول قعدت حضنتها وقعدنا نعيت انا وهي راح قال له الله اكبر يلا رحنا وقفنا لبسنا الطرح وقفنا نصلي يعني وحتى ايلالها انا لسه جاية من اسكندرية بصي عشان خطر سامير اجي من اي حتة اني لما دينا واحنا بنتحرك وتقول لي انت طالع اسكندرية اقول لها انا لسه جاية من اسكندرية هل قالت لي جملت فيه بص طالع ولا فيه فنانين طالع انا معرفتش كمعوضوها البص خيروانا على الباب تحت وبعدين يعني كل اللي دار ده ما كانتش دينا وقفة فيه ده على الباب بوره اللي خليت دينا تطلع وبعدين بتقول لي انا ببحث على الترند الترند وانا شعري مبلول وتعبانة وصايمة وفيد ومعياطة ونفسيتي اندر زيرو الترند في الجنازات لحظة يا غادخ دينا ايه المقصد من اللي انا بقولك دينا طيبة جدا وانا علاقتي بيها اكتر من طيبة على مدار سنين انا بقولك وتباجي مسكندرية تفرج عليها يعني انا استغربت وبعدين دينا بتقول اللي عايزة اعمل ترند ترند ايه اللي عمله في جنازة طب على الهوضة بنفسي طب انت ترند تعملي في جنازة ايه اللي خليكي تعمل التصريح ده قدام الصحفيين مك انا عايزة اقولك حاجة بس والشوشرة اللي حصلت يا غادخ ده ما هو انتو في جنازة يعني ينفع تطلع تحكي وتعيطي وتبكي انا بره صحن الجنازة وبره صحن الجنازة انا بره صحن الجنازة انا بره صحن الجنازة يوم الجنازة الناس كلها خرجت المسورين والصحفين وانا كان معي الجروب بتايدة اللي بتحرك فيه فجا حتى دخل علي حتى بقوله يا طارق كان دخل طارق مرسي من روزا اليوسف صديقي جدا انا مدار سنين حتى في الفيديو باين شفت يا طارق عملت ايه معايا لانه عارف سلسلة المشاكل احنا قدر سنين شفت يا طارق عملت ايه شفت يا طارق عملت ايه شفت يا طارق عملت ليه تقول ليه مالا وماء مكانش فيه صحفين كل ده فجأة فجأة اخسن بالله وانا بتحرك لعربيتي لقيت الناس اللي خرجت من الباب دي سيمة وصوت حد بيزعق او بيعيط انا لقيت جراد نمي وفعلا كنت شايفة انا مش شايفة وانا منهارة وبعيط لو انت كنت شفت الفيديو كنت شفت انا فعلا منهارة دي انا انفعالية اكتر التصرفات كانت لا انا انهارت انا عايز اقولك لو انا فوتت عشرين الف مرة احتويت وكبرت دماغي ومعملتش مشاكل في اماكن عامة كتير انفجرت في الجنازة ومش جوه الجنازة كمان عندي عربيتي انا بني ادم انا بني ادم على فكرة وبحس وبتجرح عاجي ايه المشكلة ليه الحرب بتاعليك يا غدا ليه نسنين له هلأ في ايه ليه هالمشاكل ليه الاسمين دول عطول ما تروحين معاك وبكل خنقاتك وبكل مشاكلك ليه موسيارة غدا سهده مالش لا برحتك انا الاخر يوم في عمري والله العظيمة مسمحة الاثنين دول لآخر يوم في عمري ليوم الدين والله ما مسمحها مشو فيه مش جوزي خمي مسمحة 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 اي حد ظلمني الا الاثنين دول ليه ليوم الدين طب ليه هم 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 ما قازونيش انا لو انا فرد ما اهمنيش هم قازوا عائلة كاملة عائلة كاملة ما عملت لهمش حاجة كانوا قازين يزجنوني واشتبوني من نقابة المهات التمثيلية ويدمروا صمعتي بس ربنا اقوى منهم ربنا اقوى طب ليه يعملوا ده ليه يعملوا ده ليه خلقوني من جوزي الاول عشان كان مرش رح يجي وزير قالتلك دي حتبقى حرم الوزير يلا كورسي في القلوب ما بقاش وزير اهو لغاية دلوقتي ما بقاش وزير وعادي ربنا نجاني من زوج خاين الحمد لله مش ندمانا ومز علانا ومع ذلك مسمونيش مستمرين لغاية النهاردة ليه ايه ده ايه الجبروت ده ايه الجبروت ده ايه سبب المشكلة دي جوزي من الاول خالص زوجي ليه شو خاص جوزي بقولك كان مرشح يجي وزير ايه يعني ايه واذا كان مرشح هي ليه الهزير انا متدخليش قساني بعد اذنك في حواري بعد اذنك يا رغاية بعد اذنك سبب مشكلتي مع زوجي وانتفصلي منه انه خني وتوبلعت الموضوع وسافرت عند اختي بدماش قعدت شعرين ونص وقفلت الموضوع نهائي نهائي لما رجعت مصابتنيش لغاية النهاردة لغاية اليوم ده واللي بتسعيدها دي الانجين بتاعتها اللي هي قلبت عليها من كم شهر اللي هي لفظتها قدام كل الناس وقلبت عليها وقالت صفحة وتقفلت يعني قالي بالسحر على السحر ويمكرونه ويمكرون الله والله غير المكريين بس سينا نهتم أنا عايزة منديل بس منديل لو سمحت بس حاجة واحدة عاوزة عارفها على فاكرة ما فيش حد في الوسط الفني مش عارف الموضوع ده ده من سنين ما ده لنا عاوزة عارفه يعني ليه ايه خاص جوزك في المشاكل اللي حصلت بقولك خني لا خنيك مع مين منشور وفي عين وفي مجلة السينما انت اللي قلت كده صح لأ حد أنتين بيننا كان رئيس تحرير واشواشا ساعتها نعرف الموضوع حتى مبايت منه وسفرت سوريا وقفلت تليفوني شهرين ونص قفلت تليفوني شهرين ونص مش عايزة مش عايزة كلم حدون فصلت وقطعت يعني خلاص الموضوع ده تقفل نهائي بس هم منسوش منسوش ايه ده يعني أنا اللي مظلومة وكمانة هاجم ايه ده يعني هم اللي كان لهم علاقة في في الموضوع السابق بقولك منشور يا راغدة يعني هم منشور ايه دي زميلتها الموزيعة دي زميلتها صحبتها اللي بتساعدها في كل حاجة دراعها اليمين دراعها المنفذ منشور كده زوجي خاني مع فنانة أكبر من أمي وتفاصيل جوه بالرموز كله عايز يتكلمني قفلت تليفوني وسفرت سوريا وقفلت الموضوع نهائي وانفصلنا وخلص الموضوع من ساعتها متوعدين مهرجانات تكريمات شغل اي حاجة ممكن تتخيليها عاملين كماشة بس في ربنا بس في ربنا مفيش حد في الوسط التاني مش عارف سلسلة العداوة دي ولا تاريخ العداوة دي مفيش دي أنا بعذرها انها مش فاهمة ولا مش عارفة اللي حصل عند الباب بعذرها مفيش مشكلة بس متقولش عليها عايزة ترند ترند في جنازة ترند إيه اللي عايزات أنا لو عايزة ترند أنا عندي أنا عندي بلاوي أقدر أعمل بقية ترندات بس ما أعملش كده فضايح الناس ما هيش ترند الترند اللي بيجي على الفضايح ده ترند الرخيص ده مش ممكن تكون انت ظالم مع الشخصي اثنين لاثنين اللي قبل خلنا تكلم بايا ولا مرة وقفت مع نفسك قلت ممكن أنا ظالمتون ممكن في فعل في ردة فعل وبتكبر مثل كرة الثلج مع الوقت يعني هو الموضوع من عندهم على فكرة أنا قفلت موضوعي وقلت خلاص الزوك خين وراح لحل سبيله وحتى الزوك خلاص مش في ذناري ربنا يسهل له عادي هم اللي بيكبروا المواضية وبيشوفوني في أي حتة مش عايزين بقى متواجدة فيها مش عايزين بيشوفوني بيحصل لهم ارتكارية مش عايزيني مش عايزيني في الدنيا لا في نقابة ولا في شغلة ولا في حاجة خالص ما قولا مرة تواجهت وتكلمتوا مع بعض يا حبيبتي جد يعني أنا أمي بسبب المشكلة اللي عملوا يالي في 2016 لغاية النهاردة مريضة انت متأكدة هم ورا الموضوع ده اللي حتكلم في الموضوع بعد إذن فيها رقبة بعد إذن دون فاصل وانا وقت مع غادة برهيم نستكمل حديثنا ولقاءنا غادة كم سنة بقالك بالشغل 30 سنة تقريبا لا أنا بدأت من الإعلانات لقد دقتش 20 سنة 20 سنة عملتي أعلانت في الأول قبل من الممثل أنا وغادة عيدل وياسمين عبدالعزيز وجهام نصر حبيبتي قلب يا الله يمسي بكل خير وكان معظمة أعلانت شعري أنا طول عمري شعري طويل وشعري أسود أوكي فكان معظمة أعلانت شعري طيب السنوات اللي اشتغلت فيهم بالفن ما لحقتيش تأسسي حاجة أو مثل ما بقوله قاعدة أساسية وحصلت لك المشكلة الكبيرة والقضية الكبيرة لا أحبتش يا سنوات أنا أخدها جايزة أحسن موصلة في مهرجان سكندرية فهماك أخد جوائز من مزارة الإعلام ومزارة الثقافة ومن ART بس لا ننكر أنه موضوع القضية اللي حصلت لك كمان غادة كانت سبب كتير أساسي بوقوفك بوقوفك بمرحلة معينة وعدم تقدمك أو عدم إنتاجك لأنه فينا نقول قبل خلال وبعد عندك حق يعني ما فينا ننكر الموضوع أي واحد يتهز من قصة وحدة بتحصل له كوارث صح عندك حق قالوا أوفكا من عنجان على فكرة حتى يعني دكتور أشرف تعب أعصاب في النقابة وقف جمدي صراحة وما أخدش أي رد سعى التجاهي وقال لي غدا أشتغلي محدش معناك ولما تجيب لنا براتك هنديك عضوية تجيبت له براتك خدت عضوية بصراحة كان موقف النقابة معين ما إني كنت محتدة لأول إنه ما بعدش محامي من النقابة معي وريني لما شفته وما تلعت في قناة النهار لايف مع أستاذ خالد صلاح وريني الواتس وهو باعت المحامي روح لغيضة ضروري وريني فعلا فقلت له ولا تزعل خلصنا بيش مشكلة ولما تلعت البراءة إداني عضوية وجددهاي لي وما فيش مشكلة يعني أنا دور النقابة ودور أشرف زاكي معايا صراحة يعني على راسي وشاكلها مدى حياتي الفترة اللي سجنت فيها كانت قد إيه شهرين ونص يعني كلهم على بعض ثلاثة شهر تقريبا مثلا وكانوا في الإسم على فكرة ثلاثة شهر مروا عليك إزاي مروا ثلاثين سنة ثلاثين سنة اللي كان بيختار أول أول ثلاثة أسابيع اللي هما جلسة ثلاثة ثلاثة وجلسة عشرة ثلاثة وجلسة سبعتاشر ثلاثة بتاعت البراءة ثلاثة أسابيع أسرع قضية في التاريخ وكتبوا عليه أسرع طب ما فيش قضية أصلا أسرع قضية عشان ما فيش قضية عشان فيش قضية واحدة مؤجرة شقة خمس سنين لواحد هل تقعد ترقب واربع عشرين ساعة ما فيش قضية إسجنوه إشنقوه وعملوا اللي انتوا عايزينه فيه احنا كنت ببيروت بأدجر السنة أصلا زي كل سنة وما فيش لمكالمات ولا واتس ما فيش ولا حاجة ما فيش قضية لما وعدم الاتمئنان وعدم اليقين والتناقض في الأقوال والتحريات ولم يطمئن قلب المحكمة خطأ في تنفيذ القانون خطأ في تطبيق القانون يعني ما كانش يجب أكون موجودة أصلا في القضية أصلا شكرا قضاء مصر على رأسي احترم جدا بس أنا على ما أثبت برأتي الكام يوم دول جوهنم جوهنم مش بالنسباني أقسم بله أتحمل أكتر من كده أهلي أتحمل أكتر من كده أهلي أمي أمي مريضة لغاية النهاردة لغاية النهاردة ما تمشيش على رجليها ما تمشيش على رجليها من وراء الصدم من وراء الصدم جلها حمراء حمراء في رجليها ما تقدرش تمشي على رجليها لغاية النهاردة وأمي صغيرة وزي العمر زي العمر وليه تحت اسمك في القضية دي غادة اسأليش أهل الشر اسألي الناس اللي متعرفش ربنا اسألي الناس اللي ما عندهمش ضمير بس في قضاء عادل قالك خطأ في تطبيق القانون ده مش مرة ده حكمين حكم في أول درجة وحكم نقد مرتين مرتين براءة في نفس القضية طبع تعملوا ايه أكتر من كده تعملوا ايه أكتر من كده بكرر حزبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وكل اللي أزاني حزبي الله ونعم الوكيل وحفظ اللي آخر عمدي أقول حزبي الله ونعم الوكيل لآخر يقوم زي ما حصل لما اسمعت حكم البراءة لآخر يقوم لآخر يقوم في عمري شوفي معي محكمة الجراءات المتهلين جميعا منه سيد ألايب والله العزيب مزلوبة والله العزيب مزلوبة والله العزيب مزلوبة والعظيمة لفعه وانا حطلع أقول مين اللي اتفقى للقضية حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل وانا بقوله قدامه الهم من تعفاف وحطلع أقول مين غدا بعد ما طلع الحكم بالبراءة ليه ما رفعتيش دعوة لأني اني بس تقنيفت جد حكم البراءة النقد برقني تاني وقال خطأ في تطبيق القانون يعني لبس الحكم المحترم ده عايز أقولك حاجة بس يا را غدا أنا لما نزلت يا را نزلت جلسة يعني جابوني من البيت حتى أخذي سؤال وترجعي ما رجعتش غير بعد 21 يوم يعني أنا نزلت حتى معيش فلوس نردت بالكاليدة كارد وبالموبايل في الشنطة بس معيش جنيه قالوا هناخده سؤالك وترجعي فعارفة ما أنا هقول سؤال وارجع عن المستأجر ما رجعتش غير بعد 21 يوم لما نزلت الجلسة نزلوني على طول الجلسة من النيابة على الجلسة على طول قالوا لي القادي ده أحكامه مغلظة يعني بيجي أحكام كبيرة ومعندوش رقفة قعدت قد يليل ونعاره مصليه والله العظيم أنا علاقته بربنا كويسة بس يمكن الأزمة دي قربتني أكتر قربتني أكتر بصراحة وأنا صايمة وبدعي كل يوم كل يوم سيوم كل يوم بدعي بدعي وبصلي بالدموع مش مصدقة قالوا لي غدا لو خدت حكم كبير معليش متزعليش القادي ده أحكمه مغلظة ممكن في الاستقناف يشيل الحكم نزلت ومتوقعتش أن القادي المحترم ده يجيني براءة أقسم بالله العظيم وأن يقول أسبابه أسباب لم يطمئن قلب المحكمة لم يطمئن قلب المحكمة والقضاء يشبه الظلال من الشك والريبة أقولي أكتر من كده مش أنت برضو كمان ممكن يكون صار عندك شك وريبة غدا كل الوقت ومتهم هالشخصيتين طول الوقت بحياتي طب بعد أترى يجوزي لي معلشي معلشي لما يجوزي يجي أترف لي قدام الله يرحمه القدير العظيم أبوي الروحي أستاذ علي أبو شادي اللي هو مجوزني هو اللي مجوزني أستاذ علي أبو شادي ما كانش يصلح الشخص ده أنا أتجوزه ومع ذلك من إلحاحه ويعطف كل حتة ومطاردات ولية دكتور محمد كامل قلوبي الشاهد على عقد الزواجي أستاذ علي أبو شادي أبوي الروحي الله يا رب يرحمه يحسن بسواه من إلحاحه وفي قطع الجواز فسخته خطبيتي عشر مرات تمام لما يجي بقى أكتشف الخيانة ويجي قدام أستاذ علي أبو شادي ده يعيط بالدموع يقولي دي أول وآخر مرة في حياتي ومش هعمل كده تاني واعترف بالتفاصيل قلت له قول عشان تعرفها لم يقبلش كذب قول وحقفل الموضوع ده ويمكن كذب عليك وهيجذب ليه ويمكن يجذب عليك والواتس المكلمات والإيميل فينا نعتبرها دي صفحة كانت ومن الماضي أنا قفلتها أقسم بالله قفلتها بس ما قلتك طول الوقت برضو بسيرتهم يا خادة يا حبيبي لحظة لحظة أنت اليوم لمن قصة البعث جبت سيرتها وجبت اسمها وهي مش موجودة يا رغضة خليني أخد كمان حق الطرف الآخر يعني أنت اليوم فيك تقليل المزيع بس ما فيك تقليل الاسم التاني وهي مش موجودة بس قلت لك كنت مخلوقة ومتراضة يا حبيبي أنا قلت لك عدى فلاشباك كده بكل الظلم اللي مراحل السنين كلها قدامي في العصبية وفي التوتر وفي الصيام وفي الزعل على سمير وفي العياد جوة أنا عادت كتير جداً عليه ودعيت له من قلبي كل ده مع اللي حصل منها عدى فلاشباك كده بكل الآزة على مراحل سنين ده سنين مش يوم ولا شاه سنين فيهم أزة فيهم أزة نفسي وفيهم أزة مادية أنا خسران أنا على مدار من 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 الأول درجة للنقض اتنين مليون جنيه أقسم بالله رحوا فيهم معرفش بس ده ما بيعطيكي مبرر برضو تحطي اسمها بكل حاجة بتحصل معاك يا غدا ما هي مستيباني فعلاً لما لما مش ههوضت يا سيمي لما يجي حد محترم أو أنت بتصقي فيه كده يبقى حد أنت يكونت بتعرفيه كويس ويقولي أنا كنت قاعدة في شركة إنتاج يا غدا وهي قاعدة بتتكلم في تفاصيل حد من الإعلام وقعت لهم إيه وتشغلوا غدا إبراهيم إنتي بتعمل مشاكل وموايدها مضروبة وكده كده الفنين مش بيحبوها ليه طبعاً انت بتحاربيني في أكل عيشي ما لو هي قفلت الصفحة أنا هقفلها إنتي بتحاربيني في أكل عيشي إنتي حتقفل الصفحة أنا قفلت من زمان بس كل شوية هي مستيباني هم الاتنين هم الاتنين ولا أنت كمان برضو عمتوحفل يا حبيبش أنا جيت جنبها أنا كنت تلع ركب عربيتي تمام بس إنتي كمان مش عم توقف غادة ما إنتي كمان مش عم توقف غادة إنتي مش بتدي فرصة حتى حتى نقلو بالصفحة يعني إنتي متغازة من حاجات تانية ورجع في لاشباك فيك الزمن لحاجات حصلت وقلت برضو يا غريرة غدا إنتي حقناية إنتي رايح تركب عربيتك إنتي اللي جيت جنبها ولا هي اللي جيت جنبي يعني رايح أركب عربيتي جت استفزدتني بجملة وأصارت المشاكل مش حاجة فاجئتك أول مرة واتفاجئت فيها ما زل بيحصل معاك الموضوع دايما خلاص أوقف عليك بعد عشرين مرة لأ جيت المرة بتحكي لأ ما حصلش التوتر ده في أي حتة خالص خالص الحدة دي والتوتر ده والعصبية دي ما حصلش قبل كده بدليل إن أنا بلعت كتير قوي جيت مرة وأنا بني آدم بحس لحم ودم توترت أنا بني آدم أنت دلوقتي مقوفة على العمل أنا عندي تحقيق لا مش مقوفة على العمل أنا عندي تحقيق بس في فرق إن حدي توقف وحد ما أقف للتحقيق أنا ما عندي تحقيق حد تواصل معاك المنقب آه رحت التحقيق طبعا في مستشار من مجلس الدولة حد محترم حقق معي واثنين من مجلس النقابة يهاد فحمي وأحمد سلامة ومنتظر أنا تقتل التحقيق حاجة خلص وزي ما ربينا نجيني قبل كده من مصايب كتير قوي حفروا هالي ربينا برضو هنجيني طيب غدا في ناس قالت هما توقفوها على الشغل ليه ليش أصلا هي بتشتغل دفعوها فلوس صح صح عارفة ليه عارفة ليه بشتغلش لإني متنمرين علي في كل حتة أقسم بالله ولما جالي شغل تسده وتأمني بالله قبل الجنازة بيومين كنت قاعدة وتعقدت على مصرحية غنائية استعرضية لإنها نلعبتش المصرح تعقدت يعني يوم جالي شغل بعد ثلاث سنين توقف بمزاجي مش توقف من النقابة ولا بمزاجي ما كانش عندي نفسه ولا كان عندي أصلا قابلين أنا أقابل حد أو أتواصل معاه للمواضية شغلي يقافوا تعقيد تخيالي شوفي المفرقة فاصل ونعود معكم نص الكلام هو موضوع الفقرة الأخيرة سريعا سريعا برضو معاك غادة غادة هذا الفنان وقف إلى جانبي وساندني في محنة مين دين اسم دكتور أشرف زاكي دكتور أشرف زاكي أنا عايز أقولك من قبل ما أخذ العضوية أنا عن الليستانسة ده بجامعة اسكندرية كان من حقي سبع تصريح سنوية وبعد كده أخذ العضوية كان فيه مشاكل في النقابة مش عايزين ندوني العضوية من النقيب السابق مش هقول مين لأنه كان فيه كذا نقيب وتكملت لغاية عشرة تصريح سنوية واللي جاب لي العضوية دكتور أشرف زاكي هؤلاء من تخلوا عني وقت محنتين آه فيه ناس كتير قوي مين اللي بيحس بقلبك بس شي بس هي موسلة أنا وقفت جنبها في محنتها في محنتها في بيتها بعد خروجها من قزمتها وكت أول واحدة في استقبالها في بيتها بعد ما يوم البراءة طلعت لقيتها عمل لي أونفرند على الفيسبوك مومتها بتكلمني لغاية النهاردة والدتها بتقول لي تعالي يا حبيبتي ده أنت بنتي لغاية النهاردة بعشقة أمها بعشقة إنما هي عملت لي أونفرند على الفيسبوك ولما شافتني في الجنازة أو في عزة فاروق الفشاوي مسلمتش عليها ليه عشان انضمت له بقى فيه أحزاب إحنا عندنا في الوسط الفني على فكرة فيه أحزاب فيه شلل وأحزاب وده معروف على فكرة أنا لا ضمن شلة ولا ضمن أحزاب أنا في حالي حتى أصدقائي من خارج الوسط الفني من المدرسة من الجامعة من النادي أنا راضية طول عمري سكواش ما عنديش يعني عندي زمايل في الوسط الفني بحترمهم جدا ولا الناس محترمين بس أصدقاء أنتين من الوسط الفني ما فيش إنما أنا لا عندي شلة بقولك شفتها كده عيني في عينها كده ما كلمتاش عاتبتيها قلتي لأنا قفت جنبك أنت ما قفتاش جنبك لا عاتب ليها ده كده ما نزل من نفسي لأ عيب من هو الشخص اللي طلبت منه المساعدة ورفضت قال لك أسف الناس كتير برضو كنت فاكرة مقريبين مني من الوسط ومن برا الوسط خذلت كتير يعني يعني أنا عندي محامي محترم معي اسم كبير بس قال لي ده يعني لو كان معي في القضية ما كنتش دخلت يوم واحد بس قال لي يا غدا سامحيني أنا ما بيترفعش في القضية دي عادي وانا موكلة عنده ما زالتش ليه برا عيك ما بيترفعش القضية ديش عنده أعداء كتير وعنده ناس مو كانت تتنمر له فما بيترفعش في القضية نواية دي احترمته لا بيترفع في القضية دي ولا المخدرات احترمته وما زال محامية لغاية النهار دي هلومه هو وجهت نظره كده بس تصدمت صراحة حكاية دي هتخلص ازاي وتنتهي ازاي غدا والله وحيات مش دي ماية طهرة دي وحيات المية الطهرة دي انا ما بفتحش مواجهة هم مستايبيني ما فيش حد يقرب المسافات اليوم بين الاثنين يمكن هني بدماغهم ما تكون اولا هم الاثنين قلبوا على بعض ده مبدئيا يعني ما بيكلموش بعد دلوقتي خلص وشات مين بعض تمام الاهم من كده هتقل يأكد لك الموضوع ده هتقلت طلعت تتكلمت اه اه موجود تمام الاهم من كده هي قوية صراحة قوية وشريرة مين هيقف معاها مين هيقف معايا ضدها مين ازا كان اللي كانوا معايا بقوا معاها عشان اتضفة للاخوة مين اللي كان معاكي ولا بعض الثنانة مصلة وقفت جنبها دي في محنتها رغم انها مش محتاجاها بس تخاف يضايقوها خافت يضايقوها اه حافت وهم بجد كنتوا أصدقاء بقولك والدتها أنا عند والدتها في البيت يوميا تطبخ لي أكلت حلوة تعملي حاجات حلوة أبقى متخنق مع جوزي أروح لها أبقى عندهم ويجي صالحني من عندهم يعني ده يعتبر بيت أعلي أقولك إيه أقسم بالله شافتني كده عيني في عينها كده ما سلمتش ممامتها بتقولك إيه بتقولي يا حبيبتي كتبالي على التكتوك أهي يا حبيبتي يا غادة يا حبيبتي قلبي يا بنتي تعاليلي عشان أكلك الأكلات اللي بتحبيها معك كتبالي على التكتوك وأنا بعشقها ست جميلة جواها نظافة بصي إذا كان المحنة تقولي لها إيه بس صدقتك صدقتها أقول لها كما تدين تدين أنت كنت شيف محنة المفروض أنك عارف يعني إيه محنة وعشان دول دول مش دايمين بقى لكم قدق ما تتكلموش من يوم 2016 تخيلي يعني لغاية 2016 قبل 2016 مشهر كنت حاضرة فرح أختها وبرقص بالفرح معاها 2016 عمليلي أنفرنت يعني قبل المشكلة بشهرين كنت برقص فرح أختها أقسم بالله ما زعلتش ما نعارفة ليه هي أضعف من أنها تواجههم خلاص دا اختيار انت أضعف من أنك تواجههم أو تبقي معايا اختيارك دا جاهد شفوك بس أنا برضو ليه حق الاختيار أتعامل مع مين وحبي مين بس ندمان على اختياراتك بالحقيقة غاية على زواجي بس بجد بالأممة لا أنا عندي بنتي بنت أختي دي نسخ عارفة كوفي يعني كأنهم أشروها مني يا اللهي كوفي أنا بتمارس الدور وأممتي يعني أنا بمارس دا أختي بلاش دعو بيها أنا هي عايشة في بروكسل ما شاء الله كان أم سوريين أصلا عايشين دلو عايشة في بروكسل أنا بمارس دور الأم عليها في كل حاجة يمكن أكتر من ولدتها بممتي أممتي أمر يعني ما شاء الله بص وصحب بنا خليها بصي فعلا بجد اللي كنت تسمع المقولة دي زمان وكنتش مصدقيها اختيار واحد غلط في حياتك كفيل يدفعك حاجات كتيرة قوي بس أنت مش أول ست بالحيات بتتجوز وما بتتوفقش بزوجها أو زوجها ما بيطلعش كويس يعني وأقولك حاجة برضو كمان حد تجيبي بشرفه طول الوقت وبصيرته مع قصة عد عليها زمن وزيد فهميني يا غادة فهميني يا غادة اليوم عم بحكي بيصدق والله العظيم ومن قلب طيب إنه قصة عد عليها زمن طويل كل شوية تطلعت زيك تفكر العالم فيها يعني ده برضو كمان ما يهنش على الإنسان بالله لكي من سألتيني النهاردة عارفة عارفة يعني أنا اللي سألتك بصي أنت برضو بتجيبي بصيرتهم طول الوقت أنا كان مشكلتي مع مزيعة سألتيني إيه أصل القصة وفتحت مواضيع قديمة تاني كل حد يفتح مواضيع قديمة مش أنا اللي بفتح كل حد بايز يعرف طب ما منشور ومكتوب ومحطوط على اليوتيوب من زمن إنت حطته الصفحة دي الأعداد معيكي بعد إذن حضرتك معهم صور ليا في مهرجان مراكش مقاوية السينما المصرية هل أنا ليا زمب وأنا كنت متجوزة ساعتها هل أنت متجوزة حالياً؟ حالياً؟ لا أوكي ساعتها كنت متجوزة ده هو دكتور خالد ده هو زوجية تمام؟ هل أنا ليا زمب أن صوري تنزل في الثلاث الجرائد القومية بطول الصفحة؟ هل أنا ليا زمب في ده؟ ده كان سنة كم؟ مقاوية 2007 مقاوية سينما المصرية أوكي ده للصحف المغربية مغربية أوكي المصورين هناك وانت سافرتش المغرب وسافرتش مهرجانات كل العالم المصورين هناك فرنسويين حتى أنا ما أتكلمش أنا أتكلم فرنسي شوية بس الإنجليش أكتر وإيه تليه علشان أنا مدلسي توليه يعني اختاروا صورك وحطون صور كبيرك إحنا كنا 140 سينمائي الملك باعت طيارة تاخد 140 سينمائي لمقاوية السينما المصرية اللي إحنا في مصر ما احتفلناش بيها المغرب احتفلت بيها تخيلي تمام وكنت أنا وجوزي وإحنا أصغر اتنين في الموجودين أنا ومحمد عدل إمام لغاية الله يرحمه نور الشريف الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه القامات يعني إحنا من أظهر أستاذ على بوشادي اختار من أظهر حد لأكبر حد يبقى كل السينمائيين في كل المجالات تصوير إخراج تأليف تمثيل فأنا رايح أنا وجوزي يعني مش لوحدي كمان المية واربعين سينمائي كنت أنا الوحيدة اللابسة درس أحمر أنا الوحيدة وكنت أنحف من كده وشعر طويل أسود وحتى حتى مسكش هال في إيه دي حتى حتى نسيت الجزمة الصورية بست البوت تحت الجزمة تحت الفوستان عشي مش هيبان نسيت الجزمة الصورية مبانش تلعت على المصرح تك 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 تاني يوم الصبح المغربية أنت عارفة الجرائد المغربية والصباحية والمسائية بطول الصباحة موجود مع الإعداد عند حضرتك تمام ده زن بي إيه ده المهرجانة كهرب مين دي اللي محتوطة صوريتها طبق أنا زن بي إيه الناس اختارت أقرب حد في الموجودين للشكل المصري واختاروا الدرس الأحمر مع الشعر الأسود مع بياضي كأنه رمز العالم مصر رمز ومعرفوش اسمي ما كتبوش اسمي يعني اسمي مش مكتوب على الصورة بطول الصفحة والفنانين مربعات اللي هم من نجوم سوفر ستارز مربعات على ديل الفوستان وعصفها أنا زن بي إيه ده زن بي إيه عملت لك مشكلة يعني الموضوع ده عملك مشكلة مشكلة بقى أستاذ علي مش هدي صحيته صباح الصبح مين اللي عزمها دي أنا أنا مصاحبها أنا عزمها هي وجوزها أنا عزم من أظهر سينمائي من هي ومحمد عدل حتى محمد عدل الإمام كان 2007 واجه جديد لسه لغاية أكبر نجم سوفر ستار أنا زن بي إيه ده والمهرجان تجهرب وتعزموا في الأسر عن مولاي رشيد أنا الوحيدة أنا وجوزي اللي مرخناش لأنها هددت لو هي حضرت هي وجوزها أنا حمشي فورا وإحنا راجعين على القاهرة ما رجبتش الطيارة معنا أقسم بالله العظيم يبقى أنا اللي بعمل مشاكل أنا زن بي إيه ده صحفين مسورين فرنسويين لقوا الصورة دي أنسب لمقاويت السينما المصرية اللي ما عرفونش اسمها إيه غادة نحن تقريبا خلص وقتنا بس عاوزة أختم معاك بس في بس أخليك يفير يا راجعين أنا عارفة أنت يفيرت العمر أنت عارفة أنت عارفة أنا لازم أخد برضو وجهة نظر الطرف الآخر أو رأي الآخر باتكلم برضو بالسنة الآخرين عشان ناخد كل الحقائق من الجهتين رفتلة أنه ما بنقدر نتبنى أن احنا رأي واحد اليوم أنت من بعد كل اللي حصل لك إيه حتى فتناغل يا حبيبشي جالي أنا ركزت في شغلي جالي مصرحية مضيتها مضيتها بدليل أن أنا مركزها في شغلي مصرحية وسادكم كمان قبل الجنازة بيومين وقبل الجنازة بيوم كان عندي اجتماع عشان نتكلم في التفاصيل طيب طاني يوم الجنازة طيب يعني أنا واحد عايزة مشاكل ولا عايزة ركز في شغلي يعني أنا برضو عملت إيه طيب اللي حصل حصل خاني نبتدي بصفحة جديدة اليوم هتعمل إيه أنا أتمنى مجلس النقابة المحترم برئاسة دكتور أشرف زكي يعرف أن أنا وقفة بقالي بمزاجي طبعا حضرتك مش وقفني وقد ترخيرك على وقفتك جنبي بقالي وقفة خمس سنين تقريبا أو أربع سنين أو خمس سنين ما بشتغلش بمزاجي برضو لما جالي شغل حضرتك وقفني وحاولي التحقيق بس أنا مش طالبا غير رأفة أقولي لقى أصل هو عارف كل حاجة على فكرة عارف تفاصيل كتيرة قوي أنا ما تكلمتش عنها كنت بجري على النقابة اشت كيلو عشان يغيتني يقولي ما عليش يغيد أنا هتصرف دكتور أشرف عارف تفاصيل بس ما بيتكلمش وعلى الحياد دوره إنه يكون على الحياد تمام ما فيش مشكلة بس هو عارف هقولي يا دكتور أنا عايز أشتغل وعايز تركز في شوالي بس بس مش عايزة حاجة من حد والله يسامحهم ولكل الناس اللي بتشوف نغادة وبتشوف كل الأصاص اللي بتحصل بتقولي لهم ايه أنا بس الاعتذار الوحيد بجد اللي عايزة أقدمه أقدم للجمهور الجمهور ملوش يعني ملوش دعو يشوف برضو شكل الفنمين كده وأنهم ما بيتخنقون أنا ما تخنقتش معترف أنا كنت مع نفسي بس بجد بعتذرلكم لأن أنتوا ليكوا حق علي أنتوا اللي عملتوني عملتوا اسمي والفنز اللي دخل بالملايين أنا في أول ساعة أربع ملايين مشاهدة الفنز اللي دخل بالملايين وكتبوا علي كلام وسندوني أنا من غيركم ولا حاجة صراحة أنا عمري وقلت عن نفسي نجمة نجوم ولا سوبرستار أنا واحدة عادية بيجي لي دور حلو بمثله وسمحوني إذا كنت دايقتوكم بس مش هقول أكتر من كده بس أنا أستو في الزيت وأنا بني آدم في الآخر بس مش أكتر يعني وسمحوني وإنتوا على راتي والله العظيم على راتي متمنى يا غادة أن تكون نهية كل الأزمات والمرة اللي جاية نشوف فيه دموع فرحة دموع نجاحة دموع حاجات حلوة لا لازم نبقى نتكلم عن حاجات وعن شغل وعن نشاطة أنا بحبتك وش عارفة نحن بعياتيني كده لا لا للصراحة احنا كان لازم نحط نقطع الحروف ونتكلم في الموضوع للمرة الأخيرة ويا رب صفحة وتنطوي مع شغل وحاجات حلوة أنا عايزة اشتغل وعايزة ركز في شغلي مستقبل حلوة أنا عايزة ركز في شغلي ألاقي عصرات لي إن شاء الله تكون آخر آخر مطب لألك بمسيرتك المهنية ونشوفك كلك فرح وكلك نشاط شكرا لك غدا ننورتين في نص الكلام ونلتقي مجددا مع أفرح وحاجات حلوة إن شاء الله يا رب على والشك شكرا لكم مشاهدينا وحلقة جديدة تجمعنا من نص الكلام إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم